إلى أكثر من النصف تراجعت كمية البضاعة التي يعرضها التجار في سوق السمك الأشهر في صنعاء مقارنة مع الكمية قبل الحرب نسبة التراجع وصلت أكثر من 5% سوق الحركة هنا ماتت بسبب الغلع تكاليف القطوط الطويلة التي تكتعت تروح مسافة الخطة يكلف خطت ثلاثة التقديرات المحلية تشير إلى أن إنتاج اليمني من الأسماك والأحياء البحرية كان يتجاوز قبل الحرب أكثر من 200 ألف طن سنويا يصدر نصفها وتدر عائدات بـ 300 مليون دولار لكن الإنتاج انخفض اليوم إلى نحو 60 ألف طن فقط بسبب تداعيات الحرب وانعدام الأمن خلال عملية صيد إضافة إلى أزمة الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج ممكن تكون الثروة السماكية هي والزراعة العمود الفقري للاقتصاد اليمني بشكل عام يعني ممكن يكون النفط والأشياء الأخرى مجرد استثناء لأننا بلد ساحلي عندنا أيضا خاصية التنمع المواسم في الصيد البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن وبالتالي عندنا طوال السنة عندنا مواسم أسماك وبهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحسين فرص دخل الصيادين تبرز بعض المحاولات لجهات تنموية لتقديم الدعم الفني والمادي تعمل الوكال على ربط برنامج الغاثة برامج التمية ودعم صغار الصيادين جمعيات السماكية وكل السلسلة والعامل في قطاع السماكي وقد عملت الوكالة من دفترة طويلة على دعم صغار الصيادين حتى وصلت دعم الصيادين تم دعمهم خلال الفترة الماضية بحدود 3850 صياد وأغلب الصيادين تم دعمهم بمحركات بحرية قوارب صيد، معدات أدوات الصياد وأجهزة حديثة ويبلغ طول السواحر اليمانية أكثر من 2500 كيلومتر ويقدر المخزون السماكي لليمن بنحو 850 ألف طن سنويا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر